بسم الله الرحمن الرحيم ووصلنا إلى قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا هذه الآية العظيمة قال عنها أهل التفسير ليست من حكاية قول نوح عليه السلام لقومه إنما هذه من قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إعلاما له على أنه هؤلاء الذين كذبوا نوح عليه السلام عجل الله عليهم العقوبة فيما علم أنهم لن يؤمنوا بعد وأن قومك إن لم يؤمنوا سينزل الله عليهم العذاب كما أنزله على قوم نوح فكان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الراجح وإن كان هناك من قال على أنه ما زال من كلام نوح عليه السلام ولا تزيد الظالمين ولا تزيد الظالمين إلا ظلالا و جاءت الآية مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا الكلام على مما خطيئاتهم إذا أخذناها على أنها من كلام الله سبحانه وتعالى و هي اعترضت بين قول نوح عليه السلام فيما سبق و فيما يعقب هذه الآية و قال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارة قالوا أنه هذه الآية إنما جاءت لبياني أن الإغراق الذي وقع لقوم نوح هو أمر قد قدره الله و علمه في الأزل و علم الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون من حال هؤلاء القوم و إذا رجعني لبداية السورة و قد ذكرنا هذا في أول الكلام عن سورة نوح عندما قال سيدنا نوح في خطابه لقومه قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم فحذرهم نوح عليه السلام أن هناك عذاب أليم سيأتيهم إن لم يؤمنوا و قد علم الله من آمن و من لم يؤمن يعني قبل أن يرسل نوح أصلا لكن هذه جاءت الآية لبيان على أن قدر الله غالب على ما سبق من علمه و أن الله سبحانه وتعالى إنما جاءت دعوة نوح موافقة لما قدر الله و لما علم الله من إغلاقي هؤلاء القوم الذين كذبوا بنوح عليه السلام و ذكر أهل التفسير قال أنه قد يمت مما خطيئاتهم على عاملها لإرادة القصر يعني لم يقل أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم إنما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا هذه الآية وقف العلماء عند قضية مما خطيئاتهم قال الإمام الطبري قال قال الماء هي صلة مؤكدة و هنا على معنى من خطيئاتهم و العرب قد تزيد الماء تجعلها في كلامها و إنما تريد معنى معين كما قال ذكر ذلك ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب فقال على أنه يعني العرب تجعل هذا ما زائد تقديرا و بالمناسبة نحن لا نقول أن هناك شيء زائد في القرآن لكن هذا على مصطلح النحات و إلا ليس في القرآن لا حرف زائد و لا حرف ناقص كما قال الإمام الرازي قال من أثبت في القرآن الزيادة فقد يثبت فيه النقص أو قد أثبت فيه النقص إذن لا زيادة و لا نقص لكن هذا من حيث التقدير لأنه مثلا في قوله لتعالى فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ أي بنقضهم مِثَاقِهُمْ مثلا عَمَّا قَلِيْلًا يَصْبُحَنَّ نَادِمِينْ أي هنا عن قليل و كذلك فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لانتلاهم كما ذكر ذلك الجرجاني أيضا أي فَبِمَا رَحْمَةٍ أي فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لانتلاهم فالماء تدخل كما أن الباء أيضا تدخل كثيرا في كلام العرب ولذلك الإمام الفراء قال الالتفاة جميلة قال الماء هذه ما سر وجودها قال سر وجود الماء هذه إذا جاء الكلام للبيان عن الجزاء أي من ما فعلوه من أخطاء من خطايا أغرقوا فأدخلوا نار فكأنه والماء جاءت لبيان جزاء ما فعلوا لكن كما قلنا الباء أيضا تأتي مثلا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ وَمَا أَنْتَ بِنَعْمِتَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في هذا السياق قال مما خطيئاتهم وقرئت مما خطاياهم وقرئت أيضا لأنه أبو عمر قال مما خطيئاتهم قال قوم كفروا بالله ألف سنة فتكون عندهم خطيئات على رأيه أن الخطيئات أقل من جمع الخطايا ولذلك بعض أهل اللغة قالوا خطايا وخطيئات جمعان يستعملان في القلة والكثرة ولذلك لما أراد الله بيان عظم نهاية عظم وصف أنه لا نهاية لكلام الله قال ما نفدت كلمات الله ولم يقل كلام الله إذن قال أنه هذه ليست قاعدة على أنه خطايا للقلة وخطيئات للكثرة وإن كان هذا الأشهر لكن قد تستعمل في غير هذا على يعني اللسان الفصيح لمن أراد أن يتكلم ولا شك أن القرآن يعني أفصح ما تعلمه العرب جاء به القرآن الكريم ولذلك نلاحظ أنه مثلا في سورة البقرة وسورة العراف قال يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وفي العراف قال يغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فقد تأتي خطايا وخطيئات يعني على معنى الجمع كلاهما جمع للكثرة حسب الاستعمال ومنهم من قرأ مما خطاياهم مما خطاياهم وليست خطيئات خطايا وقرأت أيضا على خطيئة وكلها ترجع إلى الخطأ الخطيئة يعني أصلها مفردها من الخطيئة قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا منهم من قال على أنه قراءة أيضا وردت على مما وردت على الخطايا على خطيئة أو خطيئة واحدة على الإفراد قالوا أنه هذا إما يراد منها الجنس يراد منها الجنس أنه لأنه كما قال تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهنا أراد النعمة ذكر النعمة على اسم المفرد وأراد بها النعم وهذا كثير في القرآن الكريم يعني يرد اللفظ على الإفراد ويراد به الجمع كما قال ثم يخرجكم طفلة وقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت على هذا المعنى هناك التفاتة ذكرها بعض أهل التفسير قال أنه يعني إن كان خطيئات وخطايا على هذا المعنى فما السر من اختيار خطيئات التي ظاهرها يوحي بالقلة على من قال أن الخطيئات للقلة والخطايا للكثرة فهناك من ذكر التفاتة جميلة فقال إنما ذكر أقل الخطايا عددا وأعظمها إثما قال ألا يكفي الإشراك بالله وعصيان نوح وإذا نوح ألا يكفي بذلك خطيئة فكانت خطيئات قليلة فليس بعد الكفر عمل ليس هناك بعد الكفر بعد إشراك بالله ليس هناك عمل وإيمان فلذلك يعني لم يكثر أو لم تذكر خطيئات على الكثرة أو خطايا على الكثرة عفوا لم تذكر خطايا على الكثرة على اعتبار أنه كفى بالشرك ذنبا فجاءت خطيئاتهم على هذا المعنى قال أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا والغرق وكما قال الإمام الراغب قال الغرق هو الرسوب في الماء هو في الأصل هذا في الحالة المادية وقد يستعمل في الحالة المعنوية يقول فلان غارق في اللذات وفلان غارق بالنعم على اعتبار كأنه مغمور فيها مغموس فيها على هذا المعنى قال أغرقوا هذا ما جرى لقوم نوح عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى كما يعني بين هذه الحالة حالة كيف كان الطوفان في ذلك الوقت قال يعني وفجرنا أو فتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمره قد قدر أي أنه كان مسألة عظيمة جدا فتحت أبواب السماء في ذلك اليوم ولم تفتح في ذلك اليوم إلا لأجل الماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وليس ماء عادي إنما منهمر صباب وفجرنا الأرض عيونه لم يبقى شبر من الأرض إلا وأصبح عينا للماء تخرج الماء حتى التقى الأرض مع ماء السماء ولذلك عندما قال ابن نوح عليه السلام قال سأوي لجبل يعصمني من الماء ظن منه أن المسألة مسألة ماء ويحتاج إلى منطقة مرتفعة وعلو فما قال له لا عاصم اليوم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله المسألة هي متعلقة بأمر الله قضى الله بالإغراق ولذلك ليس المسألة مسألة ماء حتى تلجأ إلى جبل أو تذهب إلى مكان عالي ولذلك قال سأوي لجبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لأنه هذا أمر إلا يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى وحتى السفينة التي جرت بنوح عليه السلام وقومه لم تكن يعني تلك السفينة الحديثة أو المتطورة كما يعني هو موجود الآن حتى تقاوم هذا الموج العظيم والله قد وصف الحالة وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال موج عظيم جدا ومع ذلك كان الحفظ والعناية من الله لهذه السفينة حتى استطاعت أن تصمد أمام ذلك الموج العظيم وتلك المياه النازلة من السماء وتلك المياه الصاعدة أو النابع من الأرض إذن كان كل ذلك بتقدير الله قال أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا ذكر إمام القرطبي عن القشيري قال وهذه الآية دليل على عذاب القبر أنهم أغرقوا فأدخلوا نارا فجاءت على أغرقوا فأدخلوا نارا ألفاء هنا أفادت هذا المعنى أنه مجرد الإغراق كان دخول النار والبعض وذلك الإمام القشيري ردا على السد وعلى غيره الذين قالوا على أنه إنما هذا أدخل نارا في علم الله أن الله علم منهم ذلك وسيدخلهم النار يوم القيامة وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ولم يكن هناك نار ولم تكن هناك جنة الآن إنما هذا سيكون فيما بعد يوم القيامة وهذا التعبير على أن الأمر متحقق من الله فكان بحكم الواقع ولذلك عبر عنه بالماضي والإمام الرازي يقول وهذا يعني انحراف عن الظاهر ظاهر الآية يدل على أن المسألة آنية في ذلك الوقت وليس على يوم القيامة كما قال عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألا فرعون أشد العذاب نعم والخلاف في قضية أنه هل العرض على النار أم الدخول في النار هذه مسألة أخرى يعني ننتكلم فيها الآن لكن سنتكلم فيها إن شاء الله إذا يعني توقفنا عند آية تفصل في مثل هذا الموقف قال أغرقوا فأدخلوا نارا بعض العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الماء والنار فكان مع إغراقهم إحراق فكان وهم يغرقون يعني يحرقون أيضا والبعض قال يعني كيف يكون الماء والنار نقول الآن أنت لا تتكلم عن مسألة تتعلق بأسباب الدنيا وضوابط الدنيا أنت تتكلم عن إله أراد لهم هذا العذاب العظيم وأراد لهم هذه العقوبة العظيمة كما قال الشاعر جمع النقيضين من أسباب قدرته هذا السحاب به ماء به نار وكذلك يعني أشعار قصير كثيرة والعرب كانت تعرف أنه جمع الأشياء والنقائض لا يكون إلا من قدرة الله سبحانه وتعالى قال أغرقوا فأدخلوا نارا بمجرد هذا الإغراق أدخلهم الله سبحانه وتعالى النار وعذبهم في ذلك النار يعني طبيعي ينقل إمام الرازي عن البعض يقول أنه بعض الجثث وجدت ولم تكن محروقة فكيف يكون أدخلوا نارا وغير ذلك هم نظروا إلى المسألة على قضية الأجسام على جسم هذا الغريق الذي أخرج من الماء ولم يجد عليه حروق فكيف يقول الله سبحانه وتعالى أدخلوا نارا والأجسام هذه ليس عليها يعني ليس عليها ظاهر الإحراق فكيف يعني يفهم أنهم أغرقوا فأدخلوا نارا يعني رد الإمام الرازي بكلام طويل لكن أذكر شيء منه يقول أنه الإنسان ليس مجرد هذا الجسم الطيني الذي تراه أمامك فالطفل عندما يولد هو ذاك الإنسان وعندما يكبر وتكبر جثته ويكبر جسده هو نفس ذلك الإنسان إذن ما الذي زاد وما الذي اختلف عن ذاته هو ذات ذلك الإنسان أضف إلى أنه العذاب هل يقع على الروح والجسد أم يقع على الجسد فقط كلام كثير جدا في هذا لكن غالب المفسرين يقولون أنه هذه الآية فيها إشارة على قضية عذاب القبر وقضية أنه الإغراق والإحراق كما قلنا هذه مروية عن الضحاك وقال بها أيضا بعض السلف في هذه المسألة على ظاهر القرآن أنه قال أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي أنهم ليس كما ظنوا أن هذه الآية ستمنعهم من أمرنا وتمنعهم من قدر الله ومن يعني عذاب الله كما قال تعالى على جسان نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله لذلك يعني كان لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي ما كان أستطيع أحد أن ينصرهم أو يغيثهم أو يعينهم أو ينقذهم من ذلك العذاب العظيم الذي حل بهم لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر أن الأمر سيكون ولا ناصرة ولا مغيثة ولا مجيرة من أمر الله إلا بإذنه وقد قدر الله عليهم هذا الهلاك وهذا العذاب العظيم عند ذاك لما أخبر الله سبحانه وتعالى نوح أنه سينزل عليهم العذاب وكان تقدير الله بعذاب قوم نوح قبل أن يدروا نوح عليه السلام و هذا ما ذكره للتفسير أيضا و قال نوح ولاحظوا عندما تذكر كلمة نوح عليه السلام يعني يدل على المدة الطويلة التي استغرقها نوح عليه السلام في الدعوة حتى استحتاج السامع أن يعاد عليه اسم نوح عليه السلام مرة أخرى حتى يكون هناك تواصل و كأنه نوح عليه السلام رغم ذلك الوقت الطويل كما ذكرنا و قال نوح ربي إنهم عصوني و اتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة و فعلوا هذا و كأنه كانت جولات و صولات و جولات لنوح عليه السلام في مدافعة قومه و طلب الإيمان منهم و لكنهم كانوا يصرون على الكفر ثم جاء دعاء نوح عليه السلام و قال نوح و أراد الله سبحانه وتعالى بيان على أنه أيضا نوح عليه السلام رغم كل ذلك لم يستسلم إنما كان في دعاء مستمر و كان في دعوة لهم إلى الإيمان فعاد لفظة نوح عليه السلام للتذكير على أنه كأن المدة طالت فحتاج السامع إلى استذكاري اسم نوح عليه السلام و هذه من الطرق القرآنية العظيمة جدا و الجميلة أن ينبه السامع من خلال بعض الألفاظ و قد أشرنا إلى أمثال هذه الدقائق في نفس هذه السورة في كلامنا على قول الله تعالى في قول الله تعالى قال نوح ربي إنهم عصوني و قال نوح ربي لا تذر على الأرض أي اللهم يا رب لا تترك أحد من هؤلاء الكافرين لا تترك على الأرض من الكافرين ديارة نعم نقف هنا على قضية يعني دعاء نوح عليه السلام نحن سبقا قلنا أنه الأنبياء يعني أرحم الناس بأممهم وتكلمنا عن دعوة موسى عليه السلام في الحلقة الماضية وتكلمنا عن يعني دعوة نوح عليه السلام في ولا تزد ظالمنا إلا ضلالة على من قال أنها من قول نوح عليه السلام وهنا أيضا نشير بإشارة قالوا أن نوح عليه السلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى قومه ولكنه وصل بهم الحال إلى تحدي نوح عليه السلام كما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا يعني أصبح التكذيب أنه يعني أنت بقيت معنا ألف سنة إلا خمسين عاما وتهددنا بالعذاب فأتنا بما تعيدنا وكأنهم كأنهم لما رأوا أن الله لم ينزل عليهم العذاب والذي ذكرهم نوح عليه السلام به قال ما لكم لا ترجون لله وقارى الله سبحانه وتعالى عندما حلمه العظيم عليكم أنه أخر عليكم العذاب ليس لعدم القدرة تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة إنما الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على قدره وعلى علمه وعلى معرفته بحال عباده لذلك هنا قال نوح رب لا تذر على أرض من الكاثرين ديارة قلنا تحدى قوم نوح نوح عليه السلام فقالوا له قد جادلتنا كما ذكرنا وكذلك أيضا كذبوه كما قال تعالى في سورة القمر قال فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه إذن تحدوا نوح عليه السلام وآذوه كما ورد في السنة وأنه كانوا يضيبونه حتى يغشى عليه فيحمل فيرمى في بيته فإن أفاق خرج مرة ثانية إلى قومه واتهموه بالجنون وهذه التهمة السريعة الموجودة لكل الأنبياء بالسحر والجنون وغير ذلك ومع ذلك لما أعلمه الله بأنه لن يؤمن من قومه أحد قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن كذلك علم من ذلك أنه أيضا الذرية لن يأتي منها أحد كما قال وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا لما اجتمعت هذه الظواهر وهذه الأخبار عند نوح عليه السلام دع على قومه بأنه لا يفقي منهم أحدا لأنه علم أنه لا فائدة لأنه الهادي إلى الحق هو الله مهما يفعل الأنبياء إن كما قال الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لذلك إذا لم يشأ إلا هداية البعض فلا تنفع دعوة نوح ولا دعوة أحد من الأنبياء لأن الله لم يشأ أن يعني يهتدي هؤلاء لذلك دعا عليهم نوح عليه السلام بهذه الدعوة ذكر أهل التفسير قالوا يعني ما السبب أنه دعا نوح عليه السلام طبعا سأذكر الرواية وهذه رواية بالإسرائيليات وهي ضعيفة ومردودة لكن نذكر لأنه ربما بعض الناس يقرأ في التفسير وليتبين له الأمر لأن بعض المفسرين حقيقة لم يعلق على بعض الروايات التي أوردوها كما أورد القرط بهذه الرواية قال والسبب في ذلك أن نوح عليه السلام كان يدعو قومه فمر رجل يحمل فوق على كتفه ابنه فقال يا بني إياك أن تطيع هذا الرجل فقد حذرني منه أبي وحذر أبي جدي قال فقال الغلام أنزلني يا أبي فأنزله ثم أقض حجرا فضرب نوح عليه السلام فشجه فغضب نوح فدعا على القوم طبعا هذه الرواية لا تصح لأنه المعروف أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا لا يغضبون لأنفسهم وإنما كانوا يغضبون لدين الله ويغضبون لشرع الله أما كانوا لا يغضبون لأنفسهم وهذا النبي عليه السلام يعني استعراض القصص التي جرت مع كثير من الأعراب الأجلاف الذي كانوا يتصرفون مع النبي عليه السلام بعض بعض التصرفات التي كانت يعني لو فعلت ما أحدنا مثلا لا اشتغط غضبا ولكن تجد النبي يبتسم ويضحك ويعلم أنه هذا الأعراب يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تأديب ويحتاج إلى وعظ ونصح وإرشاد ما كان النبي عليه السلام يغضب لحاله هذا الذي جره من رقبته وهذا الذي كان يعني يخاطبه بخطاب لا يليق بخطاب النبي عليه السلام ومع ذلك كان عليه السلام يعني واسع الصدر وكذلك الأنبياء لا شك أنهم كانوا لا يغضبون لأنفسهم إنما كانوا يغضبون لدين الله فهذه الرواية حقيقة مردودة لا يصح نقلها إلا مع البيان ودعوة الأنبياء كما قلنا النبي عليه السلام عندما دعا اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب غير ذلك من الدعاء الطويل الذي ورد للنبي عليه السلام نعم دعا على قومه ودعا عليهم بسني كسني يوسف وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت إنما كل ذلك كان من باب يعني الضغط على الأقوام ليؤمنوا ما كان الغاية من الأنبياء أنهم يروا أقوامهم ويروا أهليهم وذويهم في العذاب وفي الهلاك لا شك كان الأنبياء يعني كانوا في تحسر وفي ألم ولكن يبقى قدر الله غالب في من يؤمن وفي من لا يؤمن قالوا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين على الأرض الأرض هل هنا هل هو المقصود من الأرض جميع الأرض أم المقصود فيها المكان الذي يعني كان فيه نوح عليه السلام حقيقة أهل التفسير على قولين أنا لست الآن بصدد تحقيق مسألة الطوفان هل كان لجميع الأرض أم لبعض سأذكر القولات وأحيل الأمر عندما نتكلم إن شاء الله عن قصة نوح عليه السلام في سورة هود إن شاء الله بعض أهل التفسير ذكروا على أن الطوفان كان لجميع الأرض وأكثرهم قالوا وهذا ظاهر اللفظ في القرآن ظاهر اللفظ في القرآن على أنه لا تذر على الأرض على الأرض جميعها البعض قالوا أن الأرض اسم جنس يعني تصح على القليل وعلى الكثير فربما يعني لا يراد منها إهلاك جميع الأرض وأي فائدة كما ذكر الآلوسي قال الناس لم يكونوا متوزعين كما هم الآن يعني منتشرين في الأرض إنما كان الناس في قلة وفي عدد معين وهذا سنفصل فيه كما قلنا والقول الثاني أن الطوفان إنما كان في العراق والحجاز ونجد هذا أيضا قول ذكره كثير من أهل العلم قال هذه البقعة هي التي وقع فيها الطوفان وهناك قول حقيقة قرأته في كتاب لأحد المؤرخين وعالم الأثار اسمه جورج رو الكتاب اسمه العراق القديم يثبت أن الطوفان وقع في العراق فقط وكان في دراسة للسهل الرسوبي العراقي فوجد على أنه يتكون هو حقيقة أتى بأدلة كثيرة ولست بصدد شرح المسألة لكن يقول الطوفان كان على مساحة 360 كيلومتر مربع في جنوب العراق وهذا الطوفان هو الذي ولد السهل الرسوبي العراقي الغني بالخيرات كان إنما كان هذا من نتيجة ما ترسب من الطوفان وفي الكلام بقية إن شاء الله ندخره في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة